معني حجة بقى من لك أتُanger منك ورح Lima ممكن نغني أقدر أيوه هقدر بعد منك عيش وفكر في اللي جاي والعمر هندامع اللي راح غلطة ومش هكرر غلطتي ويك ولا رجعلك في يوم في حد رجعلي اللي راح نادرت لاي زي بس في زيك كتير ما نعيشت معك بالبي اللي كان دايماً مضحك كل حاجة وانت بيت كافء بجراح هادر أيوة هادر بعد منك عيش وفكر في اللي جاية والعمري هندى مع اللي راح الله يعني أنا بحب الأغنية دي قوي يعني كنت عزك كمان تتكملها الأغنية حلوة قوي أنا بحبها جداً برضو طبعاً لأنها كانت من أهم الحاجات على فكرة الأغنية دي من أكتر الأغاني اللي أنا كنت يعني بجد كنت أغنية لدرجة أن أنا صرفت عليها توزيع ودخلت اللايفات وعملت كل حاجة وكنت ساعتها لسه تمر عشور مش صاحبي قوي زي دلوقتي طبعاً ودلوقتي أكتر من أخويا كمان ما كنتش لسه عرفه معرفة شخصية جداً وكان قرار صعب جداً أن أنا تخلى عن أغنية مهمة جداً في حياتي وصرفت عليها فلوس بجد كتير وخلاص مش واقف حاجة غير أن هي تنزل وتشوف النور ومرة واحدة لقي أن أنا تحطيت في مقارنة أن أنا طيب أديها لتمر عشور وعمل بدلها ولا لأ ولما عملت كده فعلاً ودتهاله وبجد كنت مبسوط أن هي رحتله لأنه غنية حلوة قوي 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 لما تعرفت عليه لقيته بجد يستاهل أن هو كان ياخدها وغنية حلوة جداً الحمد لله شافت النجاح وإنت كمان بتغنيها دلوقتي بتغنيها حلوة قوي وتامر كمان من الأصوات القوية قوي يعني هو كمان نفس القصة بيلحنه صوته قوي قوي ما فكرتوش تعامله حاجة مع بعض إن شاء الله بقى العكس هيحصل يعني أنا لسه كنت بتكلم معاه والله قريب إن أنا إن شاء الله عايز أخد منه أنا حاجة ليا بقى هي لحلك هو إن شاء الله إن شاء الله والألبوم بتاعي اللي أنا ابتديت أعمله من أول 2018 بس كان فيه طبعاً لخبطة إنتاجية كتير وكان فيه عروض عندي وحاجات وفقت عليها بس ما كملتش لسه وفيه حاجات يعني كانت مش عجباني فعشان كده ما تمش أي ديل يعني في موضوع الغنى والأمضى أنت مع شركة إنتاج هتبقى ولا إني هتنتج لنفسك المفروض أنا كانت فكرة إن أنا أنتج لنفسي دي دي هي الفكرة القايمة يعني بس لقيت إن لازم فيه بيبقى شركة تعمل بوش معايا في الحاجات اللي أنا عايزها يعني أنا ممكن أعمل أغنية كويسة جداً وأعمل لها يعني الحاجات الفنية أبقى مهتمة بيها جداً لكن فيه حاجات إدارية مش اختصاصي